وجود الأفعال العالمية عن صفقة رأس الحكمة أولا جولدمين ساكس قال أنه حجم هذا الاستثمار أكبر بكثير مما كان متوقعا وتوقيت دخول هذه السيولة أقرب وأسرع مما كان منتظرا إذا جاء التمويل كما هو مخططا فذلك سيوفر سيولة للمركز المصري لكي يغطي الفجوة التمويلية مورجن ستانلي قال أنه 35 مليار دولار التي ستضخ من الجانب الإماراتي في غدون شهرين هي الحياة الـ 24 التي ستضخ في غدون شهرين هذا رقم يفوق تدفق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى 3 سنوات الماضية مرجحا إجراء تخفيض سعر صرف الجنيه قريبا وإتمام صفقة الصندوق صندوق النقد قبل شهر رمضان وتحدث أنه متوقع سعر الصرف يكون من 40 إلى 45 جنيه إحنا طبعا كنا بنتكلم على 62 قبل الإعلان عن هذه الصفقة كان سعر الصرف في السوق الموازية 62 سريعا أيضا العقود الآجلة للجنيه خلال يعني عام تراجعت 11.5% بعد إعلان الاتفاق من 56 إلى 57 يعني ده برضو الاتفاقات الآجلة للجنيه المصري كمان شفنا تحسن من 65 إلى 57 شفنا أيضا تحسن في أوضاع السندات الدولارية المصرية والسقوق فور الإعلان يوم الخميس فور الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة هنشوف أكتر يوم لتنين هتفتح يفتح السوق ونقدر نشوف تأثير ده على السندات والبونز المصرية هيكون إزاي لأنه هذه السندات مع القلق بيتراجع يعني سعرها مع الثقة بيزداد سعرها بترد يعني زي ما بنقول في لغة السوق